أثار التواغل التركي للمناطق الحدودية والاشتباكات مع حزب العمال قلق وحفيظة المركز وإقليم كردستان كونه يشكل خارقا واضحا للسيادة فيما أكد مراقبون أهمية تعزيز التنصيق والتعاون بين بغداد وأربيل لإنهاء التواجد أو تواجد الفاكك وعدم إعطاء تركيا مبررا للتدخل العسكري لنتابع التفاصيل في هذا التقرير إلى الواجهة تعود مسألة حزب العمال الكردستاني مجددا بعد تلوحي تركيا بشن عملية عسكرية واسعة وتجدد المواجهات في مناطق إقليم كردستان تطور بات يقلق حكومتي أربيل وبغداد على حد سواء كونه يحدد الاستقرار في العراق برمته طبعا هي تواجد غير شرعي لا من قبل حكومة إقليم كردستان العراق ولا من حكومة الاتحادية بهذا الصدد ومسيرة التاريخية تواجد حزب العمال الكردستاني على أراضي إقليم كردستان العراق كانت مدعاة إلى خلق مشاكل أمنية خاصة حروب ما بين أحزاب السياسية بدأت السلطات العراقية التحرك بشأن القضية إذ وصل وفد أمني رفيع المستوى يرأسه مستشار الأمن القومي إلى مدينة أربيل وباحث مع المسؤولين الكرد خطورة المسألة مع التأكيد على رفض التدخل التركي وخرق السيادة العراقية حزب العمال بات يشكل خطرا كبيرا على إقليم كردستان والعراق عموما وحل هذه المسألة لا بد أن يكون عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين أربيل وبغداد لا سيما في المناطق الحدودية لعدم يعطاء المبرر لأي دولة من جانبها تحمل حكومة الإقليم حزب العمال مآلات أي تدخل عسكري كون وجود الحزب يعد غير قانوني وترفضه حكومة أربيل وبغداد قلق العراق من تدخل التركي بات أمرا واضحا لكن التحركات الحالية تدل على تنسيق عادل مستوى بين الإقليم والحكومة الاتحادية علي زيتو قناة دجلة أربيل اشتركوا في القناة